السنة دي وزي ما بقول لحضراتكم بيرجع منتدى شباب العالم في نسخته الرابع بعد كتير من الترقب وبعد كتير أو سنين من المنتدى غايب عندنا بقالوا سنتين وخليني أقول لكم السنتين اللي فاتوا كانوا بالنسبة للمعتادين انهم يشاركوا في المنتدى كانوا مختلفين لأنه احنا بقى عندنا حدث سنوي ملتقى كبير بسرعة كده نفسي شارككم ايه فوايد منتدى الشباب العالم اللي لا تخفى على حد واللي بسبب انه خلاص في حالة وعي عالمي من كل الشباب العالم بأهمية هذا المنتدى في موقعه مصر انه السنة دي مثلا خاليني يقول لك انه المنتدى تلقى اكتر من نصف مليون طلب مشاركة من 196 دولة في العالم شباب من دول العالم عاوزين يشاركوا في المنتدى ده يقول لنا انه في دورات ثلاثة سابقة المنتدى نجح يعمل ايه يسيب انطباع شكله ايه انطباع بالجدية انطباع كل مرة فيه ابهار بشكل مختلف انطباع باننا بنستفيد وانطباع كمان مهم جدا ان انا دولة نظام اللي عارف كم المجهود اللي بيحصل فيه تنظيم المنتدى والاجمل بقى كل مرة بنقولها والاجمل انه القائمين على هذا المجهود هم الشباب المصريين ما هماش قيادات كبيرة ولا ناس في وظائف رسمية في البلد هم نفسهم الشباب هم القائمين على تنظيم المنتدى من اول وضع والتفكير في نقاط الحوار في المنتدى طبعا بقيادة طول الوقت ملهمة لكن كمان لحد استقبالك في المطار لحد ما بتاخد الكود بتاعك لحد ما بتسكن في مكانك لحد ما بتحضر الجلسات وكل واحد عارف دوره المنتدى نموذج مصغر اللي احنا عايزين نشوفه في اماكن كتير في مصر الخبر الجديد بقى السنة دي السنة دي زي ما قلنا النسخة الرابعة من المنتدى واطلق مبارح المنتدى وادارة المنتدى اطلقت المنصة الافتراضية لانه زي ما قلنا العدد كان كبير جدا من الطلبات السنة دي وبطبيعة الحال لم يتمكن المنتدى من دعوة 500 الف واحد انهم يشاركوا والتالي اطلقت النسخة الرقمية للمنتدى او النسخة الرابعة للمنتدى السنة دي كتير من الاجراءات الاحترازية وكتير من الفعاليات والكثير من الضيوف العالميين اللي شاركوا السنة دي في المنتدى